القرار السخيف للجماعية العامة للأمم المتحدة بتعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بما ثابت جائزة لحماس قطعت مش كلامي ولا كلامنا ده ما صرح به وزير خارجية الإسرائيلي بعدما تلقت إسرائيل ما يشبه صفعة دولية جديدة في مسلسل عزلتها عن المجتمع الدولي فقد صوتت الجماعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبرى 81% من الدول الحضور على قرار ينص على وجوب انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة مع منحهم حقوقا إضافية لأنهم موهلون للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية أوصت الجماعية العامة مجلس الأمن بعادة النظر في قراره بشأن عضوية فلسطين فلسطين على أن يكون القراره من مجلس الأمن إيجابيا هذا القرار من الجماعية العامة للأمم المتحدة لا يزال يحمل طابعا رمزيا مهما لأن الفيتو الأمريكي اللي لوحد به مسبقا أمريكا واللي لسه بتلوح به حتى الآن بيعني أنها تقف منفردة أمام إرادة بقية الدول العالم حصد القرار على تأييد 143 عضو مقابل عطرات 9 أعضاء وامتنع 25 عضو عن التصويت عشان نفهم أكتر ما دلالة القرار وهياخدنا فين؟ من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلم السياسية ومن تل أبيب سيد جولان برهوم المحاضر والباحث السياسي الإسرائيلي أبدأ أولا من فلسطين أو وجهة النظر الفلسطينية دكتور سهيل كيف قرأت ما حدث اليوم؟ فضل أفن تحياتي لك بداية ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدات والمشاهدين هذا القرار هو تأخر كثيرا 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 للوصول إليه وبرأيي أشير تاريخيا إلى قرارين مهمين في الأمم المتحدة القرار الأول هو قرار التقسيم في 29 نوفمبر في العام 1947 عندما قررت الأمم المتحدة في ذلك الوقت إقامة دولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة على المنطقة الفلسطينية الكاملة تم تقسيمها في ذلك الوقت وحينها تم التأكيد إضافة إلى إقامة الدولتين هو أن إقامة أي دولة مرتبط بضرورة إقامة الدولة الثانية والاعتراف بها رسميا يعني كان هناك اعترافا بهذه الدولة منذ 29 نوفمبر عام 1947 القرار الثاني المهم وهو قرار الاعتراف بإسرائيل دولة مستقلة من قبل الأمم المتحدة رسميا وكان هناك قرارا مشروطا والقرار المشروط في ذلك الوقت كان الاعتراف بإسرائيل دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة بشرط أنها لا تعرق الإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانبها حسب قرار 29 نوفمبر عام 1947 فلذلك برأي أن القرار اليوم هو قرار مهم ضروري يعبر عن مجمل التغيرات التي جرت وخاصة بعد سبعة أشهر من هذه الحرب الضروس على شعبنا في غزة وأوصل العالم أنه لا بد من إعادة الأجندة الفلسطينية وكل تجاهل للقضية الفلسطينية أدى إلى الكثير من المآسي خلال الـ 76 عام الماضي فهذا هي خطوة متقدمة نحو إصلاح الخطأ التاريخي حتى الآن ولكنه غير مكتمل دعني أقول لأن هذا ليس قرارا يُعطي اعترافا كاملا للدولة الفلسطينية كعضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة وإنما هو أفضل من القرار الحالي وهو أن تكون فلسطين هي دولة استشارية في الأمم المتحدة فهذا القرار هو قرار متقدم أكثر من الوضع الحالي وأفضل بكثير يعطي كل الحقوق لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ما عدا حق التصويت وبعض الحقوق المتعلقة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة التي لن تصل وحسب المقدمة التي أعطيتها وبحق أن الولايات المتحدة هي الدولة التي أعاقت حتى الآن مثل هذا الاعتراف رغم أن الغالبية الساحقة من مجلس الأمن حتى يريد ذلك 12 دولة من 15 امتناع دولتين والولايات المتحدة الوحيدة التي استعملت حق البيت دكتور سهيل لحظة واحدة هروح لسيد جولان برهوم المحاضر والبحث السياسي سيد جولان برهوم لماذا تبدو إسرائيل كما لو أنها تتعامل حتى الكلمة التي ألقاها اليوم مندوب إسرائيل في جماعة العامة الأمم المتحدة كما لو أن الفلسطينيين يساوي حماس من الوارد جدا أن إقامة دولة فلسطينية تعني بالضرورة ألا يوجد حماس ألا يوجد تلك الرغبة في الدخول في حرب وإنما تقبل فكرة حل الدولتين والتعايش بينهما في سلام ليه إسرائيل واخد هذا الجانب المتطرف في رؤيتها لأنه لو العالم نظر لبعضه كده يبقى لابد أن فرنسا تحارب ألمانيا وانجلترا تحارب أسبانيا وأمريكا تحارب بالمكسيك إلى آخر بداية انتحياتي لك وللجميع وطبعا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة قبل أن نوضح لك وللجميع أديش دولة فلسطينية خطيرة للشعوب العربية تمثل مصالح إيرانية تمثل أخوانجية طبعا الفلسطينيين لا يريدون حال الدولتين هم يريدون دولة واحدة هم يقولون ذلك رسميا هل هناك فعلا شريك حقيقي في الطرف الثاني الذي يستطيع أن يقول دولة إسرائيل في حدود 67 أنا طبعا معارض للدولة فلسطينية دولة فلسطينية تكون مركز إرهابي الذي يهدد على جميع الشعوب سوف أشرح لك طبعا وليل جميع من منع دولة فلسطينية مستقبلة للفلسطينيين خلال التاريخ كانت لهم فرص ذهبية خلال المفوضات وانسحبنا من مناطق معينة وتفقيات أصله وخطة الانفصال من غزة ولكن أولا أنا أريد أن نوضح لك وللجميع الطرف الفلسطيني اليوم بعد ما حصل في السابة من أكتوبر لا يريد حال الدولتين يريد دولة واحدة أنا لا أعرفه وربما الشعوب في الغاب لا يعرفون بالضبط شكل معنا هذه الدولة دولة إرهابية عندما نحن نتحدث على دولة فلسطينية من يقود هذه الدولة؟ مناظمة إرهابية التي تمثل مصالح طهران أو فتحاويين يعني أين هو فعلا الشريك الفلسطيني؟ الغرب لا يفهم أن دولة فلسطينية تعتبر تهديد على الجميع هناك في اعتقاد عن عطاف يعني إيزة تاريخيا إلقي النظرة للوراء أستاذي الكريم كيف تقدموا الفلسطينيين؟ كيف حصلوا إنجازات دبلوماسية؟ كيف فتحت أبواب البيت الأبيض في التسعينات؟ كيف طلما هناك كان يعني أعتذر تفاود مباشر مع الدولة إسرائيل؟ أنا غير مؤمن بالدولة فلسطينية في اعتقادي وثقة حماس لا تعطرف بالدولة إسرائيل المناظمة طيب ثاني واحدة دكتور بروم أنا أريد دكتور سهيل أسأل سؤال دكتور سهيل ما هو هنا في اتهام واضح ومباشر لكم بأن انتم بترفعوا شعارات الحل الدولتين لكن انتم في ضميركم تريدون دولة واحدة وبالتالي تخلص من دولة إسرائيل ومن الشعب الإسرائيلي لا هذا غير صحيح خلينا في المهم في سنة 2000 أعتقد آه صح في سنة 2000 كانت مقترحات من قبل حكومة براك على انسحاب كامل من أراضي فلسطينية مناطق يهودة وسامرة وقبول بشكل جزء حق العودة نحن نعرف بالضبط كيف كانت ردود الفعل تلك الأيام هذه النقطة الأولى نقطة ثانية حكومة أولمر كانت مستعدة للتقصيم مدينة أرشاليم وأنت تعرف أن مدينة أرشاليم مدينة مقدسة لنا أين كان الطرف الفلسطيني أنا أقول لك خليه أنا فهمت الفكرة خليه بس عشان يكون فيه انجيجمينت يكون فيه نوع من الاشتباك ما بين حضركم دكتور سهيل طب ما هو كده الرجل بقول لك احنا عملنا اللي علينا وقدمنا لكم الفرص وكنا نقسم أرشاليم القدس وإلى آخره وانتم اللي رفضين وانتم عندكم أجندة خفية بأنكم ترغبون في أن يكون هناك دولة واحدة هي دولة فلسطينية ولا يوجد دولة إسرائيلية من النهر إلى البحر هم يقولون من النهر إلى البحر هم يقولون ذلك تفضل برأي سيد كولان اعترف بلسانه أنه لا يؤمن بضرورة إقامة أي دولة فلسطينية أينما كانت لا بقيادة حماس ولا بقيادة فتح ولا بقيادة منظمة التحرير ولا بقيادة أي واحد فلسطيني هو لا يريد أن يرى فلسطينيا أو مجموعة فلسطينية في بقعة أرض معينة حتى ولو كانت صغيرة حتى ولو كانت أقل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هو لا يريد دولة فلسطينية لا يريد كيان فلسطيني لأنه لا يؤمن ليس هو فقط وأن هذا طيار كبير في المجتمع الإسرائيلي يرى أن وجود الشعب الفلسطيني هو تهديد لدولة إسرائيل والمؤسسة الصهيونية والحركة الصهيونية عالميا هو يرى أنه بمجرد إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالضفة الغربية قطاع غزة والقدس العربية وهذا هو ما هو مطروح على بساط البحث وسأتحدث عن ذلك لاحقا أنه يرى بذلك خطرا ديموغرافيا على وجود إسرائيل وخطرا ديموغرافيا على مستقبل الحركة الصهيونية لأن الحركة الصهيونية تريد كل أرض فلسطين من النهر إلى البحر وليس فقط هي تريد أيضا سيناء وهي أيضا تريد أماكن صحيح إن سحبنا من سيناء كن دقيق إن سحبنا من سيناء وإن سحبنا من طابع كن دقيق بكتنا مستوطنا كن دقيق مع التاريخ ونحن مع مصر على اتفاق سلام كامل وإن سحبنا من سيناء وهناك اتفاق سلام إذا ذكرت سيناء أستاذ الكريم وأضفنا ذلك ونظمة تغرير فلسطينية اعترفت دولة إسرائيل وياسر عرفات كان بالأمم المتحدة وأعلن أنه يؤيد لقيام دولتين وكان هناك أوسلو وحتى حماس في وثيقتها بالعام 18 قالت مستعدون لدولة فلسطينية مستقلة حتى قبل حوالي شهرين قامت بإطلاق وثيقة جديدة ثالثة تقول أنه في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالضفة الغربية في طاعة غزة والقدس العربية نحن سنلقي السلاح جانبا ونريد أن نعيش بأمان بهذه المنطقة هذا الرأي أستاذ جولان للأسف الشديد هو عداء لكل ما هو فلسطيني أنتم هذه السردية التي استعملتموها من قبل 7 أكتوبر أريد أن نقول حقيقة فقط دكتور دكتور أستاذ الحرك هنروح ليه السيد بولان برهوم علشان يعبر نوجة النظر لإسرائيلين السيد برهوم اتفضل أستاذ الكريم سنة 1977 آج رئيس الراحل بطل السلام وبطل الحرب إلى إسرائيل دولة إسرائيل انسحبت من سيناء يعني أدرح كان حديث حديثة عاطفة في الواقع قبلنا بالإضافة التفاهمات القضائية تلك الأيام سنة 1989 وانسحبنا بالإضافة من طابة كن دقيق لا تتحدث على الحركة الصيونية تريد أن تتحدث عن الحركة الصيونية وعن أدلة تاريخية نعم نعم أستاذ الكريم شعب إسرائيل كان هنا تأصل هنا غير فقط من ناحية الدين غير فقط دينياً لكن بالإضافة وطنياً كان الشعب يهون في المقاطع طب أنا بس عندي سؤال سيد برهوم ممكن سيد برهوم سيد برهوم سيد برهوم هارد على حضرتك بس ثاني واحد سيد برهوم عندي سؤال لحضرتك هو لو الجماعة العامة لأمه المتحدة ومعها مجلس الأمن أقر بحق فلسطين فأن تكون دولة كاملة العضوية في الأمه المتحدة هذا يدير إسرائيل في إيه قبل أن أجاوب وطبعاً أنا لا أتقرب من أي سؤال بالنسبة لمنظمة حماس أنت كعربي لا أفهم كيف أنت تتحدث لصالح حماس عندما حماس تمثل الاحتلال الفارسي الذي يقمع ويقتل شعوب عربية وضعت الفكرة دي سأكبرهم خلاص وضعت الفكرة دي دوابني على سؤالي بعد إذن دوابني على سؤالي لماذا تقض إسرائيل معترضة تفضل أولاً خالد ماشحل قال رسمياً وأنا وأصدق لكلامي عمرنا لا نعترف بدولة إسرائيل هذا كان تكتك دبلوماتي أيوة ما خلاص ما خلصنا من موضوع حماس ربني على سؤالي الذي يرتبط لماذا تعترض إسرائيل على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة نحن مؤمنين وكانت فراس وكان استعداد إسرائيلي مثل أنت قلت بالاستخباب صيوني نعم صيوني كانت استعدادات إسرائيلية لقبول دولة فلسطينية الحديث لا يدور حول جولان برهوم دولة إسرائيل رسمياً كانت مستعدة لدولة فلسطينية مستقلة لا أستطيع أن أقول بأي حدود ولكن إذا تكون دولة فلسطينية هذا مشروط هذه الدولة مجبورة أن تكون دولة التي تتطفق مع إسرائيل معاعدة سلام نحن نريد سلام ونحن لا نريد مركز إرهابي الذي يمثل مصالح إيرانية مصالح الاحتلال الفارسي إذا تكون في الطرف الثاني وأنا لا أرى ذلك الآن نحن نرى الشدة الكراهية والشدة العدوينية ضد قيام دولة إسرائيل بأي حدود مهما كانت الظروف لكن إذا يكون طرف معين يعني إذا نرى سداد بالله خلينا روح الدكتور سوين أفهم منه دكتور سوين السيد بارهوم بيبدي تخوفه ما يوجد في ما يوجد في فلسطين الآن هي دولة يعني مش دولة قوة من العميلة وكيلة عن إيران وده معناها ضمن رغبة في تدمير إسرائيل ثانيا ما كانش فيه مشكلة عند إسرائيل أن تكون هناك دولة كاملاته الوضوية في الأمم المتحدة إذا كان ده جزء من اتفاق ما بين إسرائيل وفلسطين طيب إذن يعني من وجهة نظره لضمان أمنه أمن إسرائيل لابد أن الدولة هي تولد من رحم المنفاوضات وليس من رحم الجماعة العام من الأمم المتحدة فضل يا فن مثل كان في 93 حيث المعلومات المعلومية الأولى أن إيران قامت بالعام 79 قبل 79 كان القضية الفلسطينية موجودة وكيف تعاملت إسرائيل مع القضية الفلسطينية في الحرب 67 وحرب 73 وما إلى ذلك فكل يعني الحديث على أن إيران إيران جاءت حديثا أصلا على كل موضوع الشرق الأوسط ثانيا قبل ثانيا ثانيا المعلومية الثانية حماس أقيم في العام 1987 هي لم تقوم منذ 48 هي قامت في العام 1987 لماذا أصلا قامت حماس قامت حماس لفشل السياسات الإسرائيلية المتعاقبة بالتعامل مع القضية الفلسطينية مع المبثل الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية بالتعامل مع ياسر عرفات وكل من حوله الذي ذهب للأمم المتحدة ورفع غصر الزيتون وتحدث عن السلام واعترف بدولة إسرائيل رسميا عندما إسرائيل وقيادات إسرائيل المتعاقبة تعاملت مع الفلسطينيين كفلسطينيين أنهم غير مرغوب فيهم وليس هذا الفصيل أو ذاك عندها قامت حماس ومن شجع حماس خلال كل عشرات السنوات الماضية القيادات الإسرائيلية المتعاقبة هي التي شجعت حماس من أجل أن تنزل دور منظمة التحرير الفلسطينية وهذا أصبح واضحا اليوم للجميع لذلك السياسات الإسرائيلية بنيت على أساس قومي إحلالي منع الشعب الفلسطيني تطهير عرقي إبادات جماعية ماذا جرى منذ العام 48 حتى الآن فقط اضطهاد ومزيد من الاضطهاد احتلال ومزيد من الاحتلال قتل ومزيد من القتل هذا ما يؤدي إلى التطرف بين الشعبين وأنا أقول لك إضافة نقطة واحدة وأخيرة هذه السياسة تجلب الضرر أيضا للشعب اليهودي ما يوجد من بنت فيروس موتريتش الآن هو نتيجة لهذه السياسات الخاطئة تفضلوا طاولة المفاوضات والقرارات الأمم المتحدة موجودة وبرأي غالبية الشعب الفلسطيني 91% من الشعب الفلسطيني يريد دولة فلسطينية مستقلة بيحدود الرابع من حزيران 67% وعاصمتها القدس العربية وتعيش بأمان وسلام مع دولة اسرائيل هذا هو رأي الشعب الفلسطيني وكل محاولة سيد سيد بولان برغوم من تل أبيب إيه رأي حددك في البروبوزل ده إيه رأي حددك في العرض اللي لسه دكتور سيئل أيه إذا اسمح لي لا أنت كعربي أنت كعربي واجب عليك أن تعرفوا بالضبط أن هناك تطعير عرقي في سوريا هناك تشيع هناك تطعير عرقي في العراق وفي اليمن وأنت تتحدث للصالع لا فعلا أرقام أرقام الدولة الدولة السورية تقلست بالنسبة للتطعير عرقي داخل إسرائيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين نسبة عرب داخل إسرائيل نعم أنا أقول لك 120 قرية عربي قدمت بالعرض 8 أربي بالنكفي أريد أن تحدث على المسيحيين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية نسبة المسيحيين في السلطة الفلسطينية تقلصت أهلا وسهلا نفتح هذا الملف قاعد أستاذ كريم فلسطينيين ليسوا طوائف كل الطوائف من شعب فلسطيني نحن لسنا طوائف ولسنا مجموعات طوائف تعاملوا معنا بإحترام تعاملوا معنا بعينين مفتحتين نحن لم نعود الشعوب التي لا تعرف حقوقها اليوم هناك أجيال صعبة هناك أجيال تعرف حقوقها تعاملوا معنا كأكاديميين تعاملوا معنا جناس وبصر لهم حقوق خلوني أتوجه بالشكر لحضراتكم ويعني أنا عارف اللقاش ده أكيد هو نوعية اللقاش اللي بتدور داخل كل أسرة سواء إسرائيلية أو فلسطينية نعمل إيه نحن لها إزاي كل الشكر الدكتور سوهيل دياب أستاذ العلم السياسية ومن تال أبي كل الشكر للسيد جولانبر هم المحاضر والباحث السياسي لن يلتقي على ما فيه مصلحتهما ومصلحتنا جميعا ومصلحتنا جميعا